السلام عليكم في الفيديو ده هنتكلم على الجلايكوجينيسز الجلايكوجينيسز بتنقسم لمقطعين جلايكو يعني جلايكوجين وجينيسز تعني تصنيع ومعناها عملية تصنيع الجلايكوجين وهي عبارة عن عملية تصنيع الجلايكوجين من الجلوكوز الزيادة لفي الجسم يعني لو الخلايا خادت الطاقة اللي هي محتاجاها من الجلوكوز اللي موجود في الجسم وفات شوية جلوكوز شوية الجلوكوز الزيادة دول الجسم عاوز يخزنهم والجسم ما ينفعش يخزن الجلوكوز بنفس الشكل كده بيحول الجلوكوز لجلايكوجين فعملية تحويل الجلوكوز لجلايكوجين بنسميها عملية الجلايكوجينيسز الجسم ما ينفعش يخزن الجلوكوز بنفس الشكل كده لأنها ياخد مساحة كبيرة من الخلايا وكمان الجلوكوز بيحب المياه هيسحب المياه داخل الخلايا اللي هو متخزن فيها ومع الوقت الخلايا دي هتتحلل وهتبوز أما الجلايكوجين مش بياخد مساحة كبيرة من الخلايا وكمان ما بيحبش المية فالخلايا مش تتأثر بحاجة اللي بيحفز عملية الجلايكوجين السيزة هو هرمون الإنسولين والعملية دي بتتم في السيتو بنازمة تحديدا في السيتو صغل لأن الإنزيمات بتطلع منها الجلايكوجين بيتخزن في الليفر والمصل الكبد بيخزن حوالي من 6 إلى 8% من وزنه يعني بيخزن حوالي 100 جرام جلايكوجين أما المصلز بيخزن حوالي من 1 إلى 2% من وزنه يعني بيخزن حوالي من 300 إلى 400 جرام جلايكوجين الكبد بيخزن الجلايكوجين عشان يحافظ على مستوى الجلوكوس في الدم يعني لو أنا صمت حوالي من 16 إلى 18 ساعة والجلوكوس خالص في الجسم الكبد بيطلع الجلايكوجين اللي هو مخزنه ويحوال الجلوكوس عشان يحافظ على مستوى الجلوكوس في الدم أما العضلات بتخزن الجلايكوجين لنفسها يعني لو عملت مجهود والعضلات احتاجت طاقة والجسم مفهوش جلوكوس العضلات هتاخد من الجليكوجين اللي هي مخزنة الجليكوجين عبارة عن سلاسة مستقيمة من جزيئات الجلوكوز المرتبطين ببعض جزيئات الجلوكوز مرتبطين ببعض بروابط تسمى الألفة واحد واربعة جليكوسيدك بوند السلاسة المستقيمة دي طالع منها فروح من جزيئات الجلوكوز المرتبطين ببعض الجلوكوز اللي بيبدأ عندها الفرع دي بتكون ربطة بربطة تسمى الألفة واحد وستة جليكوسيدك بوند عشان اصمع الجليكوجين لازم يبقى عندي ثلاث حاجات اول حاجة الاكتف فورم اوف جلوكوز والاكتف فورم اوف جلوكوز هو اليو دي بي جلوكوز عشان الجلوكوز يتحول اليو دي بي جلوكوز هيتم افترض خطوات تانى حاجة يبقى عند البرايمر اللي هو الاساس اللي هيبدأ عنده تكوين الجليكوجين لان البرايمر لو مش موجود مش هيتم تصنيع الجليكوجين ثلاث حاجة يبقى عنده تو انزيم انزيمين إنزيم اسمه جلايكوجينسنتياز إنزيم ده بيكون الألفا واحد واربعة غليكوسيتك بوند تاني إنزيم اسمه البلانشينج أنزيم الإنزيم ده بيكون الألفا واحد وستة غليكوسيتك بوند أول حاجة عشان أحاول الجلوكوز للـ UDP جلوكوز اللي هو Active Form of Glucose هتم في ثلاث خطوات أول خطوة أنه الجلوكوز هيتحول لجلوكوز ستة فسفيت التغيير اللي حصل في التفاعل أنه هنضيف مجموعة فسفات في الكربون رقم 6 والتفاعل هيحتاج طاقة في الـ ETB هتدخل ويخرج الـ ADB قدما استهلكنا طاقة في التفاعل الانزيم المستخدم هو القينيز هنستخدم انزيم الهكسو قينيز لو التفاعل تم في المصل او هنستخدم انزيم الجلوكو قينيز لو التفاعل تم في الليفر خطوة ثانية الجلوكوز 6 فوسفيت هيتحول لجلوكوز 1 فوسفيت التغيير اللي حصل في التفاعل لأنها نحرك مجموعة الفوسفات من الكربون رقم 6 أن حطها في الكربون رقم 1 الإنزيم المستخدم في التفاعل هو الفوسفو جلوكو ميوتاز فوسفو لأن في مجموعة فوسفات و جلوكو لأن في جلوكوز والميوتاز هو كلاس من الأيزومريز اللي بيحول المركب للأيزومير بتاعه يعني هيحرك مجموعة الفوسفات من الكربون رقم 6 للكربون رقم 1 الخطوة الثالثة الجلوكوز 1 فوسفيت همضيف له مركب اسمه اليوردين ترايفوسفيت عن طريق إنزيم اليودي بي جلوكوز بايروفوسفاتيز هيتكون المركب اليودي بي جولوكوز اللي هو الاكتف فورم اوف جولوكوز اللي احنا محتاجينه التغيير اللي حصل في التفاعل ان اليوريدين ماسك معاه 3 مجموعات من الفوسفات هيخرج منه مجموعتين من الفوسفات فهيتبقى اليوريدين ماسك معاه مجموعة فوسفات واحدة هينضاف له جولوكوز واحد فوسفات وبكده هيكون عندي مجموعتين من الفوسفات مجموعة فوسفات مسكة مع اليوريدين ومجموعة فوسفات تانية مسكة مع الجولوكوز فهيتكون الـ UDP جلوكوز والـ UDP اختصار اليوردين دايفوسفيد لأنه عندي مجموعتين من الفوسفيد تاني حاجة عشان أكون الجليكوجين لازم يبقى عندي برايمر البرائمر ده لإما يكون أولد جليكوجين جليكوجين أديم متخزن في الجسم الجسم هيستخدمه أنه يبني عليه جليكوجين الجديد طيب لو ما فيش جليكوجين أديم متخزن في الجسم في بروتين في الجسم اسمه جليكوجينين بيقدر يمسك في حوالي 8 جزيئات من الجلوكوز فبيكون البرايمر اللي احنا محتاجينه الجليكوجين بيحتوي على سباسيفيك أمين وأسد اسمه تيروزين والتيروزين بيحتوي على هيدروكساير جروب ده اللي هتمسك في جزئي الجلوكوز في الكربون رقم واحد ده معناه أن الجليكوجين أول ما يشوف الـ UDP جلوكوز الجليكوجين هيمسك في جزئي الجلوكوز في الكربون رقم واحد وهيفصل الـ UDP عن الجلوكوز وهيفضل الجليكوجين يمسك في جزيئات الجلوكوز واليو دي بي يخرج من التفاعل لحد ما يتكون عندنا جلايكوجين ماسك معاه 8 جزيئات من الجلوكوز وبكده هنكون كوننا البرايمر اللي هنبنى عليه الجلايكوجين تالت حاجة هنحتاجها عشان نكون الجلايكوجين هو التوق انصيم اول انزيم هنحتاجه هو الجلايكوجين سنتيز الانزيم ده هيفضل يضيف جزيئات الجلوكوز في خط مستقيم ويربط جزيئات الجلوكوز ببعضها بربط تسمى ال bar124 glycosident bond سميت بالاللetime لان وضع ال OH تاع الجلوكوز بيكون لتحت لان وضع ال OH لو كان لفوق هتكون بيتا وسميت بال124 لان الرطة بتكون ما بين الكربون الرقم 1 والكربون الرقم 4 في قشيئات الجلوكوز معناها ان الكربون الرقم 1 في الجلوكوز الجديدة هتربط مع الكربون الرقم 4 في الجلوكوزة القديمة والجلوكوزة القديمة هي الجلوكوزة اللي رطة مع السلسلة انزيم الجليكوجين سنتيز بيفضل يربط جزيئات الجلوكوز لحد ما يتكون عند من 12 إلى 18 جلوكوزة وكلهم مسكين ببعض بربطه تسمى الألفا وانتوفور جليكوسيديك بوند بعد كده يجي دور الإنزيم الثاني اللي هو البرانشينج أنزيم البرانشينج أنزيم بيعمل حاجتين أول حاجة بيقطع حوالي من 4 إلى 8 جزيئات من الجلوكوز وبيقطعهم من السلسلة اللي عملها جليكوجين سنتيز وبعد كده بيركب الجزء اللي قطعه ده كفرع على السلسلة المستقيم أول جلوكوزة المكونة للفرع دي بس اللي هيربطها البرانشينج أنزيم مع السلسلة المستقيمة وبيربطها بربط تسمى ألفا واحد وستة جليكوسيديك بوند فإنزيم البرانشينج أنزيم بيربط الكربون رقم واحد في الجلوكوزة اللي هتعمل الفرع مع الكربون رقم 6 في الجلوكوزة الموجودة في السلسلة المستقيمة وهيربطها بربط تسمى الألفا واحد وستة جليكوسيديك بوند أول ما البرانشينج أنزيم يربط الفرع على السلسلة المستقيمة هيجي انزيم الجليكوجين سنتيزي يكمل على الفرع ده ويضيف جزيئات الجلوكوز لحد ما توصل جزيئات الجلوكوز من 12 ل 16 جلوكوزة وكلهم ربطين بربط تسمى الألفة واحد واربعة جليكوستيك بوند وبعد كده يجي انزيم البرانشنج انسايم يقطع من السلسلة دي حوالي من 4 ل 8 جزيئات من الجلوكوز وبعد كده هيركب الجزء اللي قطعه ده على السلسلة المستقيمة ويعمل فرع تاني أول ربطة للفرع بس بتكون ألفة واحد وستة جليكوستيك بوند بعد كده كل الروابط بتكون ألفة واحد واربعة جليكوستيك بوند وبعد كده يجي انزيم الجليكوجين سنتيزي يكمل على الفرع ده وهكذا لحد ما يتكون الجليكوجين اللي احنا محتاجين وبكده نكون خلصنا الشرحة عملية الجليكوجين اسز لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشيري سبسكريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته